مكالمة مهمة جدا من المهندس عبد المطلب عمارة محافظة الأكسر الجديد وفي نفس الوقت كمان هيقول لنا كل التفاصيل الجديدة والأفكار الجديدة اللي ان شاء الله هتترح الفترة القادمة أهلا بيك يا باش مهندس أهلا وسهلا مساء الخير بنوارنا يا فندي بنوار حضرتك ده نورك الله سلي دلوقتي محتاجين بس الأول نعرف التكلفات اللي حصلت بعد كده من أول ما حضرتك استلمت خلاص طبعا انا اتشرفت مبارح ان انا قدت اليمين وقيت مسؤول عن محافظة الأكسر ففي تكلفات من القادة السياسية بالاهتمام لمشاكل الجماهير والمواطنين والتحديات اللي بتقابل محافظة الأكسر في جماع المجالات اذا كان في مجال السياحة في مجال التعليم في الصحة في النظافة وتزوير المخلفات او اذا كان مشروع حياة كريمة في القرى له اهتمام برضو جامد كدا كل السياحة وزيادة عدد السائحين في المحافظة كل ملفات طبعا وفيه ملفة تاني مهم جدا هو لازم يشتغل على الصناعة ونشوف المحافظة الصناعية عاوزة ايه سوائز جدا طبعا كفاءة جدا عشان نلأيدي العاملة ونشغل للشباب في المحافظة ان شاء الله طب حضرتك كان ليك الفترة اللي فات طبعا ليك بصمة قوية في التنمية طبعا والتطوير في هيئة المجتمعات العمرانية ولكن فكرة ان حضرتك الفترة القادمة يبقى في محافظة زي محافظة الاكسور في نفس الوقت فيها مشروعات كتيرة وحضرتك لسه قيل وفيها ملفات كتيرة جدا هتقدر تفتحها الفترة القادمة طبعا هل ممكن هل ممكن يا فندم محافظة الاكسور هتبقى على خطة الجمهورية الجديدة الفترة القادمة؟ ان شاء الله يعني زي ما انت قلت بنانا ليه يعني خبرة بسيطة في المدر لا ومشاء الله طبعا اه كنت مسؤول عن كل المدن الجديدة في الجمهورية فالحمد الله المدن الجديدة يعني بتبقى ارض بكر وتشغل في شغل جديد دي تحدي جديد ودي مدن قائمة فلازم نرفع كفائتها ونرفع كفائت المدينة الاكسور وكل المدن في المحافظة ان شاء الله هذا تحدي تحدي كبير جدا فيه طبعا الاستياحة مهمة جدا وكل ما يخص استياحة والفناعة والتعليم والنظافة وتدر المخلفات لازم بسرعة نمسك الملفات الحارجة اللي بتنس في المواطن وان شاء الله ان شاء الله قريب جدا يعني الناس تحس التحسن في المحافظة ان شاء الله ان شاء الله طب كلمة لو حضرتك حبيب حبيبنا حضرتك تقولها لكل محافظة الاكسور وجمهور الاكسور لكل احبائي ومواطنيني واهلي في محافظة الاكسور ان شاء الله انا جاي بقلب مفتوح وبثقة كاملة من ربنا ومن خدر السياسية ان احنا نساعد المواطنين ونطور كل محافظة الاكسور ان شاء الله في المرحلة القادمة ان شاء الله يا فاني مسؤولي الاخير معلش انا اسف جدا لحضرتك مدينة طيبة الجديدة هل الفترة القادمة هل هيباليها وجود على سعيد التطوير الفترة القادمة ان شاء الله طبعا مدينة طيبة الجديدة دي مدينة تابعة هيئة المجتمعات بس بتتبع المحافظة فيها منطقة صناعية لسه ما بدايتش هنحاول انمي فيها الصناعة واشوف مطورين بقوة يخشوا في هذا المجال وهنمي المدينة ان شاء الله مع جميع مراكز المحافظة ان شاء الله ان شاء الله يا فاني باشكر حضرتك جدا يا فاني من نورتنا والف مليون مبروك يا فاني شكرا لحضرتك جدا